وخلال جولته تفقد رئيس مجلس الوزراء مصنع شركات مايديا للغسلات بالمنطقة الصناعية الصينية تيدا مصر واستمع مدبولي إلى شرح من المدير العام لمصنع مايديا الذي أوضح أن شركة تختص بتصنيع وإنتاج غسلات الأطباق بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 1.5 مليون غسل سنويا ويقام على مساحة 60 ألف متر مربع ويضم 270 من العمالة المباشرة وغير المباشرة وأقيم بتكلفة استثمارية تصل إلى 25 مليون دولار